أسألك سؤال في الأول خالص بعيد عن حيات كثيرة أو شيء إيه رأيك في قرار تعيين الكابتن محمد رمضان مدير الرئياضية بالنادي الأهلي قرار مهم جداً اتأخر بوقت طويل كابتن محمد رمضان اترشح أكتر من مرة أنه هو يكون موجود ما كانتش الظروف مؤاتية أنه هو يكون موجود وبالمناسبة يعني من قبل تعيين الكابتن سرب حفيظ شوف أنت عشر سنين يعني كان كابتن محمد رمضان من ضمن أقوى المرشحين أنه هو يكون موجود كابتن محمد رمضان تولى المهمة الرسمية من سنة 95 تكلم على رجل يشتغل الشرنال من سنة 95 فرجت عليك مبارحة كريمة أنتوا بتتكلم في الإنترو أنه التحدي الأكبر بالنسبة لكابتن محمد رمضان هو أنه إزاي يبقى أفتو ديت إزاي يبقى واعي للحاجات التحديات اللي هيواجهها دلوقتي لأن التعامل مع اللاعبين في فترة منتصف التسانات تفجئتيني تفجئتيني منتصف التسانات تبسني فجئتيني أه صحي أنا أسف المقاطعين أنك بتتفرج علي أساسا أنا ما أقدرش ما تتفرج عليك فرجات أنا مش بصدق نفسي يا شايف فضل يا دكتور ما أقدرش ما تتفرج عليك فهو ده التحدي الحقيقي فعلا أنه إيبقى أفتو ديت إنه ما فيه تطور بالتحديات اللي مختلفة تماما عن التعامل مع اللاعبين ولكن في بعض التحديات كانت أصعب فترة تسانات تبتكلم على فريق في كابتن حساب حسن بس مش أقولك بيت الحقيبة التعاون مع كابتن حسن كلاعب كمان أصعب فيه كابتن حسام وكابتن إبراهيم طبعا كابتن حسام تحديدا الأمور صعبة جدا كتتعامل مع لعيب بحجم كابتن حسام حسن وبقى النجوم اللي كانوا موجودين في الفرقة فترة كانت تحدي أكبر وتعامل معاك كابتن محمد رمضان واللي الناس اللي ما تفرجتش على كابتن محمد رمضان كابتن محمد رمضان من لعيبة كبيرة قوي مهاجمين الكبار قوي اللي عادوا على الكرة المصرية رجل كسر الدنيا ورح منتخب مصر وقف اللي بيلعب في نادي الترسانة قعد سنين في نادي الترسانة وبعدها وطبعا هو ختم باللحظة الأبرز في مسيرته بهاتريك في مرمى الإسماعيلي في مبارات حسن الدوري 23-24 فانا شاف ان هي تجربة النسب نجاحها بالنسبالي تبقى لشخصية الكابتن محمد رمضان أكبر بكتير من نسب فشال